أما هلأ وصلنا لمحطتنا الأخيرة ولا علم النفس بيوم الأثنين تحديداً وبوقت الزلزالي اللي صار بسوريا فائت أطفالنا على صدمة كتير كبيرة نحن كأعمار كبيرة يعني نحن لليوم ما عم نستوع بالشي اللي صار يعني بعد 12 سنة من الحرب مفروض كنا على أساس تعودنا على حالات الفقد وحالات الكوارث ولكن هاليوم نحن عم نحكي بشي تاني شي فجأة خلانا نخسر كتير بالأرواح وبالبناء التحتية الأطفال كانوا الحلقة الأضعف للأسف كمان ضمن هذا الكارثة الطبيعية مثل ما كانوا خلال 12 سنة هنون أطفال الحرب كمان هنون اليوم تعرضوا لهيئة الصدمة اليوم عنا نوعين من الأطفال الأطفال اللي كانوا موجودين ضمن الحدث وشافوا وحسوا بهذا الاهتزاز وهذا الزلزال وشافوا بعينهم اليوم الأضرار إن كان الأرواح وإن كان البناء التحتية وعنا الأطفال اللي كانوا بعيدين ولكن شعروا بحالة الذعر اليوم كل سوريا بهذا الوقت اللي ما في كان عندهم هاي الهزة الكبيرة حاملوا أطفالهم وتوجهوا لأشارة وكان في تجمعات كتير كبيرة من الناس كانت اليوم يعني اليوم هاي القصة الطبيعية وقت نسمع صديق الناس وكال الأطفال في حالة خوف غير مفهومة نحن ما كنا عم نفهم شو عم بيصير يعني اليوم الأطفال هذا أرشيف جديد بحياتهم مبارح وزارة التربية أعلنت عودة الدوام للمدارس من بدء من نهار الأحد يعني بكرة ولكن هذول الأطفال في كتير حالات ما بدون يروحوا خايفين يعني هاي الحالة حتروح معهم للمدرسة اليوم شو دور الطبق النفسي اليوم كيف الأخصائي النفسي قادرين يخففوا من الصدمة عند الأطفال رح نحكي بهذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم الأخصائي التربوية ريمة جحشا حسع صباحك ريمة والحمد لله على السلامتكم صباح الخير صباح الخير الحمد لله على السلامتكم الحمد لله على السلامت بلبنا الحبيب السورية ألف رحمة على ضحايا أهلا وسهلا فيكي الزلزال يعني شيء مؤثر شيء يعني توقف الكلمات صعبة نحن نحكي خاصة نحن طالعين من حرب إن شاء الله شفاء الجرحة العاجل إن شاء الله رجعة المفؤودين نسمع أخضر آمين خلينا نسأل حضرتك ببداية عن أنواع الصدمات النفسية اللي تعرض إلونا الأطفال خلال الزلزال الصدمة أول شيء نعلم شو هي هو حدث مفاجئي بتعرض له إلو الطفل أو الشخص إن كان كبير ولا صغير فهي الصدمة إلى أنواع ممكن يكون فقدان شخص عزيز ممكن يكون مرض ممكن يكون كارسة مثل ما نحن شاهدناها طبعا نحن خدنا حرب مدى 12 سنة فكمان هي تعرض للأطفال إلى الصدمة فهي لدينا تواطر للصدمة شيء خفيف وشيء وسط وشيء عالي جدا فنحن حسب تعرض الطفل لهذا الصدمة طيب إذا ذكرنا نحن في نوعين من الأطفال أطفال اللي هنم بيئة المحافظات المتضررة يلي تم إعلان منكوب هنم تعرضوا لصدمة قوية مباشرة مباشرة لموضوع الزلزال وفيه كمان أطفال هنم ما حسوا بهذا الزلزال مثل ما ذكرت رشا كانوا نايمين بس ممكن فاولة وحالهم مع أهليهم خايفين بالشارع أو لهلأ خلال ستة أيام بعضهم يسمعوا عن أخبار الزلزال أو سمعوا عن يعني أو يشوفوا عبر السوشال ميديا صور وفيديوهات أو يمكن فقدوا أحد من عائلتهم يعني أخبار يعني سألون يمكن نحن الكبار ما نقدرانين نتوازن نتوازن ونتحمل هذا الضغط خلال ستة أيام فما بالك بالطفل فخلينا نحكي اليوم عن هالنوعين من الصدمات التي تعرضوا إلهم الأطفال كيف يتم التعامل معهم الأطفال الموجودين بالأماكن المنكوبية هذول الأطفال لازم نعرض لمرشدين نفسيين بشكل مباشر ما مقدر نحنا نشتغل معهم من بعيد أو فقط الأب أو الأم أو الأقرباء لازم يكون فيه دعم من وجود أب أو أم ما منعرف شو الحالة هني موجودين فيها ما منعرف مين فاقدين يعني إحنا منوصل لمرحلة لأنه طفل هلأ بتبعدي عنه اللعبة اللي هو متعلق فيها فهي بدخل بحالة نفسية صحيح فيه أعراض يتعرض إلى الطفل هون منبلش نحنا نرأبه هذا دور المرشد النفسي الموجود بالأماكن المنكوبية أكيد فيه لهم دور كتير كبير ومشكورين لتوجه فريق كتير كبير نحنا عم نتواصل مع بعض عبر جروب عبر الواتساب عم نتواصل عم نشوفهم شو عم يشتغلوا هونيك عم نبعث عم نصير فيه محاضرات بيناتنا طبعا خلال وزارة التربية مشكورين عمينا جروب وعم نتواصل من خلاله ولكن هون شو هي الأعراض اللي بيتعرض للطفل اللي حتى تعرف أنه طلع من الأزمة أو لا أو أنه بلشت معه نحنا قلنا أنه فيه أطفال تتعرض للصدمة مباشرة وما بصير عنده رد فعل مثل ما لاحظتوا حضرتكم أنه فيه أطفال طلعت ما حكتوا لحرف فيه أطفال طلعت عم تضحك فيه أطفال طلعت في بكاء شديد فيه أطفال ما كان عنده رد فعل لأيجي أحد الوالدين اللي عندهم اللي حتى بلشوا يحكوا كلمات صغيرة فهون الطفل بفاجئنا بردة الفعل تبعه هذا دور المرشد الموجود بالأماكن المنكوبي لحتى يتفاعل معه نقدر نخليه يحكي نقدر نخليه يعبر أما المشكلة الأكبر اللي عنا اللي نحنا هلأ نحاول نشتغل عليها الأطفال الموجودين بعيداً عن الأماكن المنكوبي اللي فقط سمعوا اللي ما حسوا بالشي اللي شافوا القلق بعيني وبعينك اللي شافوا الضمي يعني أنا بوجه رساتي لكل الأمهات والأدبهات أنه نحنا نخفف شوي لأنه فيه تواصل كتير معي أنه أنا ما بدي أبعد ابني في مشكلة عندي أنا ما عم بقدر نام زمان يام بنتي أو ابني بحضني لأسر الحلقة صرنا نشوفها اليوم غيروا عادات حتى النوم يعني مثلاً كل واحد اللي معود ابنه بغير في مستقلة صاروا الكل عم بينابي بمكان واحد أنه نحنا لمسنا الخوف نحنا عشنا حرب فلطلعنا ولادنا مننا عشنا زمن كورونا لطلعنا ولادنا مننا لحتى بلشنا نرجع للحياة الطبيعية يجتنا الكارثة الطبيعية الزلزال فهوني كيف نشتغل على هذا الطفل الموجود هون هوني هذا سؤالنا وهذا الأهم الطفل الموجود هوني عم بيشوفه التواصل الاجتماعي أنا وأنتي والأب الأخبار مثل ما قلتي حضرتك أنه في أحد المفقودين عم نردد ونسأل عنهم وشو صار فيهم الصور اللي عم بيشوفه على الإعلام الطفل عنك ما مقدر عن الأحداثة اللي عم بتصير أو الحالة النفسية جراء فينا أنا مع أنه لا في أمهات كثير عم أطفل في التلفزيون ممنوع الحكي ممنوع لا خلي الطفل يعبق لكن أنا مع أنه ما نتفرج على المقاطع اللي نحن ككبار مؤسرة بالنسبة لأنه أنا فهم بالك الطفل اللي هو زاكرته نضيفه اللي هو ممري عم يسيف عم يسجل فأنه هاي الزاكرة لا خلينا نحافز عليه بأشياء حلوة جميلة كيف نشتغل عليه رجاء أنه نحن ما نحكي كتير بتفاصيل الموت الدم الدمار قدام الطفل نخفف قدره المستطاع منه لكن نطلب من الطفل يعبر في كتير أمهات يبيجي الطفل لحتى يحكي بتقوله لا هذا الحكي مونا إليك أنت صغير لا هذا خطأ لازم يعبر لأنه بصير عندي كبت أنا كيف بدي رائب أعرف أنه صار في مشكلة عند الطفل المشكلة اللي بتصير عند الطفل أنه مص الأصابع تقول لأ إرادة كنا عم نحكي مع الاختصاصية التربوية ريمة جحجاح وكنا عم نحكي قبل ما ننتقل لمراسلنا وليدة هنا في حلبة عن الطفل كيف ممكن نحن نتعامل معه خلال الزلزال الحالي هل نحن نعزله تماما عن أخبار الزلزال ولا لا دمج خليه يكون بالجو ولكن بطريقة معينة أنه نرزله هذا خطأ أنه ما نسمعه كمان خطأ أنه ما نشاركه بشيء عم يصير كمان خطأ لا لازم نسمع لكن التخفيف من حد التواطر الشي اللي عم يشوفه نحنا ككبار عم يقلبنا هذا الشيء بشكل كتير كبير في حزن كتير كبير جواتنا فما منقدرنا نقلوله طفلنا لا أنا مع أنه نحنا ما نتفرج على المقاطع مع أنه نحنا قرد يعني ما في بالنسبة لوضوع التلفزيون أو شي بس نحنا عم نستغل للوقت اللي تيجي في الكاربة نفرع نفتح التلفزيون نحاول نقلب له الصورة أفلام كرتون معلش مو ننضيع الصورة نهائية لا لكن نخلي الحياة بقى تتلون يعني الحياة با تستمر فنحنا في حزن جواتنا كتير كبير بس في أطفال حتتراكم جواتهم هاي المشاعر ويصير عندهم أشياء مباسرة معادي يراعرفوا يرتبوا أفكارهم بنفس الوقت فيه إحساس الفقدان الخوف والقلق اللي حيترتب عنده الطفل إذا أنت فتحتي باب البيت وبنتك تطلعي إذا أي يعني نحنا نمارس الحياة الطبيعية بترجع الحياة طيب ريما فينا نعطي اليوم نحنا أساسيات تعامل ضمن هذا الوقت كان من حضرتكم كمختصين تربويين الأرشاد النفسي في المدارس بروضة مثلا بكرة أولادنا راجعين على المدرسة وراجعين في قسم راجع غصب العنو يعني اليوم إحنا كيف قادرين نتصرف كيف قادرين نكون في تشاركية بين المدرسة والأهل لنحنا ندفع هذا الطفل يرجع لحياة الطبيعية في عنا خطة لنمشي عليها لأنا بلشت فيها تقريباً اليومين خبرين عنها ببعت عبر قروب الواتساب لطمئنة الأم مدى كانت الأم مطمئنة فهذا انتقال طمئنيني لحيروح للطفل فهون أنه نحنا السيقة فينا تكون كبيرة تعاون نحنا بينهم وبين بعض أي مشاعر مختلطة صارت عند الطفل رجاء إعلام المدرسة فيها إعلام الكادر فيها لحتى نحنا نتجاوزها كيف أنت تعرف ابنك وصار عندهم مشكلة لحتى أنت تخبري الكادر لحتى تخبري المدرسة وتشوفي شو تجهيزات مرحباً يوم مطلوب المراطب الأشياء اللي كان يحب يلعب فيها يبطل يهتم فيها نعم ما عد بقى تعني هاي التفاصيل ما عد تعني تفاصيل تطلعاً من البيت ما عد يحب يجي على المدرسة شعور المغص الوجع على البطن والصداع على الرأس مدى صارت هذول الحالات عندهم الرجاء إعلام كادر المدرسة أما نحن هذول العلامات يمكن ريما حالي نفسية طبعاً نحن بنا نشوف الحالي النفسية اللي بتيجي عنده الطفل الأم تعرف ترائبه مو أنه فجأة الطفل أنه أنا اليوم بدي أتهرب من المدرسة طب شو الكلمات اللازمة تقولها أو شو الفكرة اللازمة توصلها بالحكل للطفل طمأنينة يعني أنا ضمت الطفل ماما نحن الحياة بترجع نحن لا تنسي أنه صار عنا خبرة بموضوع 12 سن حرب وصار عنا خبرة بعض الكورونا لكن نحن موضوع جاهزية بالمدرسة بس حاب بيحكي عن هاي القصة أنه كادر مختصت أولاً نحن جهزنا فيديوهات لنورجية كرتونية لنورجية للطفل كيف نتصرف أثناء الزلزار لحيتم تدريب الطفل على شيء يتصرفوا الطفل لا قدر له في حال صار بالمدرسة هي تجهيزة وبرد بوجه شغلي أنه التبرع اللي نحن عم نقوم فيه هلأ الكبادر الشبابية وشاركة الأطفال فيها اللي عم يتبرع بسكوتي اللي عم يتبرع بلعبة شكراً للكم كثير وقت نخلص للأسف أنا هذا الموضوع لازم دائماً بصباحة تاني إن شاء الله يسعد صباحكم الحمد لله على سلامتكم كذبنا الرائع أنتوا اللي دائماً تنقلنا الصورة بشكل جميل جداً يلتكن العافية